بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. محمد ناجيب من مدرسة الشريفة الخاصة لغات. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي تنشئ مهام او ازاي تنشئ واجبات للطلاب. انا دلوقتي موجود جوه فصل من الفصول بتاعتي. ببدأ اني اضغط علامة الزائد بعد كده اقول له انشاء واجب. طيب الواجب اللي انا عايزه مثلا ممكن اسميه باسم اليوم على سبيل المثال. تلاتاشر اربعة اشرين عشرين. بعد كده ممكن تضيف له تعليمات. مثلا اجب على الاسئلة التالية. ممكن اقول له ناقش الاسئلة التالية. ممكن اقول له اي تكليف حضرتك شايفوه. ادي له تعليمات. مثلا مدة تسليم ملف او اي تعليمات حضرتك عايزها. حضرتك قدامك ثلاث خيارات. الخيار الاول انه حضرتك تضيف مرفق. الخيار التاني بانه حضرتك تضيف رابط. الخيار التالت بانك تضيف من مكتبتك الشخصية. هنجرب الخيار الاولاني بانه انا عايزين نجيب مرفق. انا دلوقتي مجهز الملف بتاعي كملف مسبق. على سبيل المثال هفتحه. لحضرتكم. ان ده ملف عدنا مسبقا. موجود في مجموعة من الاسئلة. الطالب المطلوب منه بانه يجاوب عليها. فالطالب هيكتب اسمه وفصله ويبدأ يجاوب على الاسئلة اللي موجودة في الملف ده. فانا قادر اقول له ارفع لي الملف ده. هل انت عايز النسخة اللي تروح للطالب تكون للعرض بس? ولا متاح لانه يعمل نسخة منها? لو للعرض يبقى هو هيشوف. طبعا ده حضرتك تختاره على حسب التكليف اللي حضرتك من الدهول. وهل الملف اللي انت بعته للطالب مطلوب منه ويجاوب فيه? زي مثلا الملف اللي انا بعته دلوقتي? ولا مطلوب منه انه ملف حضرتك بتتعرض له مسلا تعليمات او حاجات اعمل كزا او تكليفات ازاي تقدر تحقق المهام دي ات. حضرتك هتختار المناسب ليك. انا مسلا بالنسبة لي ممكن متاح للطالب بقى انه يعمل نسخة منه علشان يقدر يجاوب. انا مش عايزه ملف للقراءة فقط. انا عايز الطالب يقدر يعدل في الملف ده. طيب ممكن حضرتك تضيف رابط. ان في رابط ممكن حضرتك تحطه للطالب. على سبيل المثال انا عندي شرح مصبخ مسلا للقصة او للجزئية ديت. فاخد له الرابط بتاع الشرح ده. وهحطه له في الجزء ده. فاصبح الرابط موجود عند الطالب. هو لقط على طول اسم الملف اللي موجود في الرابط بقى ان الملف ده موجود من على يوتيوب كزا. الاسم ده غير ملزم ليك انت تقدر بقى انك تشيله وتقدر بقى انك تسيبه مفيش مشكلة. تقدر تلغي لو انت دخلت رابط غلط او تقدر تقول له ارفق. طب انا دخلت الرابط ده غلط تقدر تلغي في اي وقت. طب انا رفعت ملف غلط تقدر تلغي في اي وقت. مفيش مشكلة جدا. طبعا الطريقة التالتة للاضافة بانك ممكن تضيف له من المكتبة. فتدخل على المكتبة تكون مكتبتك الشخصية اللي احنا هنشرحها بعد كده بالتفصيل فيه ما بعد. هيكون عليها مجموعة من الواجبات بتاعتك. نصيحة لكل مدرس. ملفاتك للواجبات جاهزة قبل ما حضرتك تعمل اي حاجة. تقدر تسهل على حضرتك الوقت وتوفر على حضرتك الوقت بعد كده. انا دلوقتي مسلا هدي تعيين بالتكليف ده للطلاب. طيب مين الطلاب اللي هتشوف الكلام ده? انا عندي دلوقتي الطلاب اللي رايح لهم الواجب ده هو طلاب فصل التجريبي بتاع اللغة العربية. تقدر حضرتك تضيف له اي فصل من الفصول بتاعتك بان الفصول ديت هتجاوب هي كمان على التكليف ده. طيب التكليف ده تقدر تحدد له انه مستحق فيه كزا. انت دلوقتي معاك الواجب احنا من الهاردة تلتاشر. التكليف ده لازم تسلموني يوم اربعتاشر. اقصاها الساعة تمانية ونص صباحا. انك لازم المتعلب في بداية اليوم يسلمني الواجب ده. طيب هل عايز الطلاب يشوفوا التكليفات ديت بعد التاريخ ده? ولا لأ? بفرض بانك انت عامل اختبار لوقت محدد او تكليف لوقت محدد طب اللي هيتأخر هينقص عليه في الدرجة. لازم تعمله غلق بعد تاريخ الاستحقاق. فاول ما يجي الوقت اللي انت محدده ده خلاص يقفل ما عادش يستلم واجبات تانية في الوقت ده. ديت بيبقى فيها ميزة بالنسبة لك كمدرس بان حضرتك بعد ما تاخد التكليفات بتاعت الطلاب والصحاها ما تلاقيش تكليفات تانية جاية لك متأخرة طلب يدخل ويحلوا واجباتهم متأخر بعد كده بيبقى مطلوب منك انك تصححها مع الواجبات الحديثة. فانت تقدر انك تغلقها بعد تاريخ الاستحقاق ده علشان تتجنب المشاكل ديت اللي ممكن تحصل معك. هل تغلقها ولا تسيبها مفتوحة? ده قرار حضراتكم تقدروا بانكم تعملوه اللي انت عايزينه فيه. طيب هل الكلام ده او الاداء بتاع الطالب في الملف ده عايز تضيفه لسجل الدرجات? لو انت عايز تضيفه في سجل الدرجات مفيش مشكلة. لو انت عايز ما اضفهوش في سجل الدرجات انه ده مش هيتحسب عليه درجات تقدر تشيل العلامة ديت. ده برضو قرار حضرتك كمدرس وده على حسب ايه الواجب لحضرتك بجديه للطلاب. تقدر تقوله في جدولة لاحقة بس ديت احنا هنشرحها بعد شوية. هقوله تعيين. دلوقتي الواجب بتاعي نزل لان فيه واجب مستحق بكرة. لازم الواجب ده يتسلم بكرة. الواجب ده عبارة عن الملف الفلاني والرابط فيه الرابط الفلاني. لو الطالب ضغط عليه هيبدأ انه يفتح له الملف علشان يقدر يشوف الملف اللي حددك بعته. فهو شايف تلوقتي بان الرابط اللي موجود كده. الطالب على طول يقدر يحرر. ويبدأ انه يكتب. في الملف اللي انت عملته. فمسلا يقدر يكتب اسمه. سواء باللغة العربية او باللغة انجليزية. على سبيل المسال ياسر محمد. نجيب. الطالب دلوقتي بعد ما كتب اسمه يقدر يكتب لك الفصل بتاعه. مثلا. بعد كده يبدأ يجاوب على الاسئلة ايا كان الكلام اللي هو عايز اكتبه او ايا كانت الاجابة اللي هو عايز اكتبها. بعد كده ان يقول لها ملف وتنزيل نسخة على الكمبيتر او تنزيل نسخة كبدي اف. علشان يبدأ بحفظ الملف. طبعا. ما اصاب تسمح لك بان الكلام ده يتحفظ بشكل تلقائي. انا ازاي اصابي لي المسال هكتب اي كلمة. وبعد كده هقول ان الملف ده خلاص. انا عايز انزل منه نسخة. كشخص جاوب الملف ده. بيبدأ انه ينزل لك النسخة دي. وتبقى موجودة عندك. بالنسبة لك انت كمدرس حضرتك بيكون موجود قدامك كم واحد من الطلاب سلمه. فعدد الطلاب اللي سلموا الملف او الاستجابة للملف بيظهر عند حضرتك هنا. في نفس الوقت اي تعليقات للطلاب بتظهر تحت ان كان في طالب مثلا له استفسار على الكلام ده. تقدر حضرتك ترد على استفساراتهم بخصوص الواجب بتاع حضرتك تحت. طيب. انا دلوقتي عايز اضيف واجب. انا بكون مشغول في الاسبوع الدراسي. وده حل اغلب المدرسين. ما ليش فاضي باني ادخل واعمل الكلام ده كل شوية. طيب هتصرف ازاي? انا هاجي النهاردة يوم تلتاشر. على سبيل المثال في اليوم اللي انا بسجل فيه الفيديو هو يوم تلتاشر. طيب انا هاجي دلوقتي وهو احط واجب اربعتاشر اربعة. عشرين عشرين. طيب هل انت هتدي له للطالب الواجبات كلها مرة واحدة? لا. حضرتك تقدر تضيف من المكتبة. هاخد الواجب بتاع يوم واربعتاشر. وهقول له ارفق. بعد كده هقدر اكتب التعليمات بتاجب على الاسئلة المرفقة. طبعا ملف يوم الاربعتاشر هو ملف انا برضو اعديته مسبقا. تعين. طيب الواجب ده هستلمه طبعا يوم خمستاشر. الساعة تمانية ونصف صباحا. اقدر بقاني اختار له الجدولة في وقته لاحق. طيب. الجدولة ديت هتعمل ايه? تختار ايه التاريخ اللي يزهر في الواجب ده. على سبيل المثال انا عايز الواجب ده يزهر في الاربعتاشر الساعة تمانية ونصف صباحا. اللي هو بمجرد ما انا مخلصت الواجب الاولاني اقدر بقاني الطلاب يزهر لهم الواجب التاني بدون تدخل مني. طبعا لو حضرتكم تلاحظوا على صفحة المنصة الواجب الوحيد اللي ظهر هو واجب تلاتاشر اربعة. طب فين الواجب بتاعه اربعتاشر اربعة? هيزهر بعد يوم اه في الموعد الطبيعي بتاعه اللي انت عملت له جدولة فيه. تقدر بقانك تجدل الواجبات الاسبوع كلها مرة واحدة. وده الافضل ليك بحيث بانك تريح نفسك وتوفر مجهود. ولكن احذر لازم طبعا تكون عديت الملفات دي اعداد مسبق. فانت عارف طبعا حضراتكم كمدرسين محترفين عارفين ايه اللي انتو هتشرحوه خلال الاسبوع ده. وعارفين ايه اللي انتو هتقدموه ايه اللي انتو هتكلفوا الطلاب بيه خلال الاسبوع ده. شكرا لوقت حضراتكم ونتمنى لجميع كل التوفيق.